خالد الزنفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد ونتوكل عليه توكل المخبتين الزخاد ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد ونرجوه تحقيق الأمل في الوعد والمعاد وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد المنزه الذات عن الأشباه والأنداد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأسياد سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد المبعوث رحمةً فينا وبشفاعته يغاث العباد يا من أديتم بالنبي محمدٍ سيروا بحدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلسٍ صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله أيها الأخوة الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وأنتم بخير تحيةً طيبةً مباركة نحييكم أخوة الإيمان حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ويسعدنا أن يكون معنا من كراء الإذاعة القارئ الشيخ علي محمود شميس ومن مبتهليها المبتهل الشيخ أحمد تنطاوي ومتحدثاً الدكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف إخوة الإيمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان وأخير بداية لفكرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقيم علم الإنسان ما لم يعلم تقرأ باسم ربك الذي خلق 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 الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقيم علم الإنسان ما لم يعلم تقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ تقرأ باسم ربك وربك الأكرم الذي علم بالقيم علم الإنسان من علق نقرأ باسم ربك أحت life كلها إن الإنسان إنسان ليقضواهم وأستعونا إنسان ليلى عدمك الرجعة تعيت الذي ينهى عبداً لا رفعاً لا أرعيت إن كان أولى المدى أو أمر بالدقوى أرعيت إن كان أولى ألم يعلم بأن الله يرى أرعيت إن كان سيكونوا او عيت ان كان ولا المدى او امر بالتقوى او عيت ان كان ولا المدى ان الله يرى ارأيت الذي ينهى عبدا لا صلى او عيت ان كان ولا المدى او امر بالتقوى ارأيت ان كان على العدى او امر بالتقوى ارأيت ان كان ولا المدى ان الله يرى ارأيت ان كان ولا المدى او ارأيت ان كان نصف عنذ النصير ناحية من كالبك خاطر فليدعو ناديه سندعو الزباني كلا لا تطيع هو أسجل رقتل كلا لا تطيع هو أسجل رقتل بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القبر وما أدعك ميلة القبر كلا لا تطيع هو أسجل رقتل بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القبر ليلة القبر يصير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القبر وما أدعك ميلة القبر ليلة القبر يصير من ألف شهر تنزل الملائكة إننا أنزلناه في ليلة القبر ليلة القبر ليلة القبر ليلة القبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم للكتاب والمشركين والفتكين ليلة القبر ليلة القبر شكرا ثقر أحسن من الله يدلوه سخصاً مطورة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين هوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء لا ينبا أكثر بني نحر وما أمروا لله ليعبد الله على ربك يطين له الدين ومخياء ويقيم السلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خالقين فينا لجهنم خالقين فينا أولئك هم شروا البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بني جزاء أولئك هم عند ربي جنات حدن تجري من تحتها إن الأنهار صالدين فيها أبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بني 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 جزاءهم من تربهم جنات حدن تجري من تحتها لأن الأنهار خالدين فيها أبدا أولئك هم خير بني أولئك рублей جنات حدن تجري من تحتها تحتها الأنهار صاردين فيها أبدا رضي الله عنه ورجوعا رضي الله عنه ورجوعا رضي الله عنهم ورجوعا ذلك المنخشي ربه صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس والتي كانت خير بداية لفكرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان لقد أكد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله فقد خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله في الأرض خليفة تكريما للإنسان فالإنسان هو المقصود غاية وهدفا في ابتعاف الرسل واختيار الأنبياء وإنزال الكتب والصحف وإن الله سبحانه وتعالى الذي جعل آدم خليفة في الأرض اقتضت حكمته ومشيئته ورحمته بالإنسان ألا يخلقه عبثا وألا يطرقه سدى وإنما تكفل بهدايته وإرشاده وأخذ بيده إلى الطريق الأقوى والمنهج الأمثل وطمأنه منذ استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعاما سائغا لوساوس الشيطان إخوة الإيمان ونتابع مع الفكرات هذه الأممسية الدينية ونستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور السعير محمد علي من علماء وزارة الأوقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فتعال بنا أيها المستمع الكريم نحلق في آفاق النفس وكيف ارتقى الإسلام بالإنسان لقد شاء الله تعالى أن يكون الإنسان خليفته في الأرض وأوحى بذلك إلى ملائكته فقال إني جاعل في الأرض خليفة وأعده لذلك إعدادًا يتناسب وتلك المهمة العظيمة فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعلن تتويجه وتكريمه بتعليمه للملائكة وسجودهم له فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا واكتمل التكريم بتحمل أعباء الرسالة مع حفظ وأداء الأمانة فقال إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ونزل الإنسان على مراد الرحمن وسلم له يوم ألست بربكم قالوا بلى فلما اختلطت الروح بالجسد أو تشابكت الروح مع الجسد تفرق الناس فمنهم من حفظ العهد ومنهم من خاب وغدر ويصور هذا قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأما الفاجر فتولى وأعرض وتنكب الطريق وانحرف عن الجادة وأساء الأدب مع الحق والخلق وأما التقي فإذا نظر اعتبر وإذا تكلم ذكر وإذا صمت تفكر وإذا أعطي شكر وإذا منع صبر وإذا ابتلي حمد واسترجع وإذا جهل عليه حلم وإذا علم تواضع وإذا علم رفق وإذا سُئل بذل وإذا عين ما وصف الله به حال الناس في أمر الهداية والاستقامة حيث قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى وقال سبحانه إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فالذاكر لربه أكرمه ربه بثلاث كرامات الأولى حين أراده ذاكرا له والثانية حين أراده مذكورا به والثالثة حين أراده مذكورا عنده وصدق سبحانه حين قال في حديثه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه فاحرصوا على ذكر الله في خلواتكم وجلواتكم وسائر أحوالكم وجميع أوقاتكم وعليه فالحياة الروحية في الإسلام باب من أبواب العلم عظيم ومنهج من مناهج السلوك قويم فاق كل النظريات والفلسفات بصحة الاعتقاد بصحة الاعتقاد واستقامة المنهج ومجاهدة النفس وتصفية القلب وإشراق الروح تلك التي تجلت ولا تزال تتجلى في كل إنسان بنفخة الرحمن إذا هو استجاب لرب الأرباب وكان من جملة الأحباب فكن تائباً أيها المستمع فالله يحب التوابين وكن متطهراً فالله يحب المتطهرين وكن محسناً فالله يحب المحسنين وكن شاكراً فالله يحب الشاكرين وكن صابراً فالله يحب الصابرين وكن ذاكراً فالله يحب الذاكرين وكن منفقاً فالله يحب المنفقين وكن مستغفراً فالله يُحِبُّ المُستغفرين وعلى الجملة كُن عابداً طائعاً مُحِباً خائفاً راجياً تَكُن محبوب الله ورسوله وآله وأصحابه وأحبابه اللهم اجعلنا من المُحِبِّين الصادقين وحققنا بحال السالكين الواصلين ومقام إياك نعبد وإياك نستعين بحقها يا رب اهدنا الصراط المُستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المُرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا المُصطفى أبي القاسم الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور السعيد محمد علي والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم إخوة الإيمان إذا جاء الداعي بشروط الدعاء واستمر عليه فإن ثمرة هذا الدعاء ستكون مضمونة بإذن الله فسيحصل على الخير وينال منه ما يريد فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر إخوة الإيمان هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضرع ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ أحمد طنطوي عفوك ورضاك يا رب أدهم مغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا من علي مدى الأيام معتمدي إليك وجهت وجهي لا إلى أحد يا من عليه مدى الأيام معتمدي إليك إليك وجهت وجهي لا إلى أحد أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أمالي أنت المجيب 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 الله أكبر مالي سواك مالي سواك مالي سواك ومالي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفوك ما جنته يا دي مالي سواك مالي سواك مالي سواك ومالي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفوك ما جنته يا دي وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال ولا خلدي يا من أجاب دعائي عند مسألتي يا من يا من يا من أجاب دعائي يا من يا من أجاب دعائي عند مسألتي ومن عليك وإن أخطأتم عتابدي أرجوك أن تغفر ذنوبي إنها ثقلت أرجوك يا رب أرجوك أن تغفر ذنوبي إنها ثقلت وإنني قد طرقت الباب خلبي بيادي ثم الصلاة على المختار من مضر ما ناحة الورق في غصن مدى الأبدي نصلي ونسلم عليه فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبينا يا نبينا أنت خير الخلق يا واهب الإنسان أسباب الهدى يا من بحمد العالمين تفردا لي عند بابك يا إله دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا أنت الذي ما خاب عندك سائل أن يكون بابك دون سؤلي موسدا فبفضلك اللهم عشت موحدا أي رد عندك من آتاك موحدا سؤلي وكل توسلي لك خالقي أني أرافق في الجنان محمدا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ أحمد تنطاوي والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم وكان معنا من كراء الإذاعة القارئ الشيخ علي محمود شميس ومن مبتهلها المبتهل الشيخ أحمد تنطاوي ومتحدثا الدكتور السعيد محمد علي من علماء وزارة الأوقاف وكان معكم من الهندسة الإذاعية هدى محمد وعلكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى إشارات